أكيد يا فارس وأكيد حاب أكد على كلامك في جملة واضحة جدا النادي الأهلي يصلح ما يفسده الآخرون لما بتتكلم عن الرياضة المصرية بتتكلم عن منتخب مصر بشكل كبير جدا في 2006 و2008 و2010 وقد إيه ناس عرفت وبحثت عن مصر ويبدأ يزور مصر كنوع من أنواع السياحة وتبدأ تعرف يعني إيه دولة مصر ومتخلق قرص القدم هذه الأيدة يعني مش الأيدة النعيمة بقى القوى النعيمة الرياضة المصرية عندنا منتخب مصر لكرة اليد بيوصل المربع الزابي في كأس العالم قبل كده بيوصل لدور التمانية بيلعب مع منتخبات قوية جدا فبتبدأ تتحط على الخريطة وبتبدأ الناس تتابع دولة مصر لما تيجي تتكلم عن تيري هنري كان له تصريح شهير جدا بعد مشاركات النادي الأهلي في اليابان في كأس عامل الدي لما تسأل عن كرة القدم المصرية قال أعرف النادي الأهلي وأعرف أبو تريكا ليه من كأس العالم للأندية لما تيجي جماهير برازيلية أو جماهير النادي برازيلي تخاطب جماهير النادي برازيلي آخر بيشارك للمرة التانية أو بيواجه النادي الأهلي فيقولوا أبو تريكا سيحطم رأوسكم في فترة اليابان في إشارة لقوة النادي الأهلي لما بتيجي تتكلم عن النادي الأهلي اللي بيوصل البطولة دي تامن مرة في تاريخه كأفضل فريق أفريقي وعربي بيصل لهذه المباراة يمكن بيسبقه أوكلاند سيتي فقط لغير في المشاركة من عد المشاركات في هذه البطولة فطبعا بتتكلم عن نادي بيقدم صورة ملموسة ووضحة ومشرفة للرياضة المصرية مش هتيجي تلاقي في النادي الأهلي مدير فني بيتم فسخة التعاقد معاه في وجود ممثل من السفارة ليه؟ لأن ده النادي الأهلي مش هتيجي تلاقي في النادي الأهلي حتى مدير للمنتخب يتحدث بشكل فيه إساءة للتعامل الإداري أو مبالغ مالية مستحقة لأن ليه؟ لأن ده النادي الأهلي مش هتيجي في النادي الأهلي تلاقي رئيس لجنة حكام أجنبي أو أول رئيس لجنة حكام أجنبي جاي ويتلاقي المواقع كلها بتنشر قصة صعبة جدا إساءة للرياضة المصرية بسبب نادي معين ليه؟ لأن هو ده النادي الأهلي النادي الأهلي اللي منذ تأسيسه وهو معروف نادي وطني نادي بيدعم قضايا الوطن نادي بيقدم صورة رقية ومحترمة طاليق باسم الرياضة المصرية المشاركة في كأس عامل أندية يمكن أن نادي ألحق ثلاث مدليات برونزية إن شاء الله يعني يكون على مشارب بطولة أخرى أي كان نوع المدالية يعني بطولة بقى ذهب المدالية ذهب فضة برونز ولكن في النهاية هي ده الصورة اللي النادي الأهلي بيقدمها لعالم كرة القدم وبيقدمها للرياضة المصرية وعشان كده صعب جدا تلاقي في الفيفا ملف للنادي الأهلي بغرامات وعقوبات ويعني عقود لم يتم الوفاء بها لأن هو ده النادي الأهلي والمفترض مش بس يكون ده النادي الأهلي المفترض الحقيقة تكون دي هي كل أو نهج كل الأندية المصرية ده مسئولية كبيرة أمام المجتمع فعشان كده كل التوفيق للنادي الأهلي في البطولة العالمية إن شاء الله أيا كانت النتائج المهمة تقدم صورة طليق باسم النادي الأهلي اللي اقتمرس المشاركة في مثل هذه البطولة متفق معك أحمد وأكيد كانت البداية مهمة جدا نقول لكم إزاي احنا شايفين النادي الأهلي بعيوننا وهي عيون الأهلوية والسؤال اللي دايما بنفكر فيه ربما الناجح يستحق الدعم ويستحق الإشادة ولكن أبدا 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 لا أفهم فكرة دعم الفاشل أو محاولة إنه هو ينجح بشكل غير مستحق وياريته بينجح